شوفوا بقى للحدث العالمي اللي كلنا بنتابعه واللي موجود في قطر حالياً كاس العالم عشرين اتنين وعشرين واللي هو النهاردة حيبقى آخر يوم في دور المجموعات شوفنا نتائج غريبة شوفنا مفاجآت كبيرة جداً جداً زي مثلاً فوز السعودية على الأرجنتين فوز تونس على فرنسا فوز اليابان على ألمانيا وإسبانيا وغيرها من النتائج الغير متوقعة كمان إحدى مفاجآت البطولة خروج ألمانيا مبارح وخروج بلجيكا قبليها والدنمارك يمكن الدنمارك كانت تقلهم لأن الدنمارك بصراحة يعني مش فرقة تقيلة لكن خرجوا من دور الأول من دور المجموعات يعني ألمانيا في تاريخها ما خرجتش غير مرتين من الدور الأولاني في تاريخ مشاركتها في كاس العالم ما خرجتش غير مرتين ولكن هي بصراحة لا تستحق الوصول للدور التاني لكن نرجع ونقول إن كاس العالم في النسخة دي لها طعم خاص جداً ونقف هنا شوفنا مبارح يعني ماتشين في غاية الروعة والإصارة والتشويق أسبانيا بتلعب مع اليابان وألمانيا بتلعب مع كستاريكا جاء وقت من الأوقات والمباراتين بيتلعبوا اليابان وكستاريكا هيعدوا الدور اللي بعد كده يعدوا للدور اللي بعد كده وأسبانيا وألمانيا بره وبعدين بعد كده بقت اليابان وأسبانيا وألمانيا بتحاول تجيب ومستني طبعا عشان مش بيديها بس كانت مستنية جول من ألمانيا كانت مستنية من أسبانيا كانت مستنية إن أسبانيا تخدمها ما مش قادر تخدم نفسها معتمدة على أسبانيا مع اليابان كان لازم أسبانيا تجيب جول أو تكسب أو تتعادل عشان ألمانيا تقوى لكن في الآخر خالص المنتخب الألماني طلع بر وناس كتير فرحة قوي قوي في المنتخب الألماني مش عايز أتكلم ليه ولكن الناس عارفة عايز أتكلم عن إنجازات المنتخبات العربية نتكلم عن فريق زي منتخب المغرب مشرف العرب متصدر مجموعته عنده ماشي صعب جدا 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 قدام أسبانيا في دور السبتاشر بس إن شاء الله يوفق منتخب المغرب ويعادي لدور التمانية بإذن الله